السلام عليكم كيف حالكم شهر طيبين معكم برام الشاعرية وهيمو كالستينكس وحنكمل مع بعض تحدي الكالستينكس في شهر رمضان التحدي صممته بحيث ناسب الناس اللي عنده الوقت ضيق ويحتاج يخلص تمرينهم بسرعة التمارين كلها بوزن الجسم وبتحتاج فقط عقلة مرتفعة وعقلة منخفضة بالإضافة للجهاز المتوازي واذا مو عندك تقدر تستبدو الكرسيين او طاولتين وتأكد من ثباتهم اذا انت في البيت استخدم عقلة الباب واذا انت مشترك في نادي غالبا بيكون عندهم عقلة واذا ما لقيت عقلة منخفضة استخدم جهاز السميث ماشين ونبدأ اليوم السابع عشر من التحدي ضروري نسخن قبل ما نبدأ لتهية الجسم للروتين وهذه بعض الاستريتشات اللي تسويها ما يحتاج تطول فيها يعني خمسة عدات الإطالات الحركية وعشر ثواني الإطالات الثابة يكفوا اشتركوا في القناة وحنسوي مية عدة جمبينج جاكس كتسخين وبعد التسخين نبدأ في التمرينة الاول ستريت بار ديب اهم شي النزول والطلوع يكونوا كاملين كما هو موضح نسوي جلسة واحدة وننتقل للتمرينة الثاني إلى فيتر تشينب حتسوي تشينب وتثبت في كل مستوى في الطلوع والنزول كما هو موضح نسوي جلسة واحدة وتنتقل للتمرينة الثالث ونشيلد وايبرز حتتعلق وترفع الأرجل للعقلة وتحركهم لليمين واليسار كما هو موضح حنسوي جلسة وننتقل للتمرينة الرابع سبلت جامب حتسوي لانجز وتقفز وتبدل بين الرجلين كما هو موضح حنسوي جلسة وننتقل للتمرينة الخامس والأخير تكتف والدراغون فلاق حتسوي دراغون فلاق والأرجل المثنية وتفرد رجولك كاملة وترجع تثنيها كما هو موضح حتسوي جلسة واحدة وبعدها رجع للتمرينة الأول وسوي جلسة وتمرين الثاني جلسة والثالث جلسة وهكذا وسوي من أربع الخمس جولات وبكذا نكون خلصنا اليوم السابع عشر وإن شاء الله تكونوا استفدتوا استمتعتوا لا تنسوا اللايك والاشتراك والشير فمان الله شكرا